بسم الله الرحمن الرحيم أهلا طلاب نبدأ المحاضرة بهذا الفيديو اللي يضمن برنامج هذا الأسبوع واللي يشراه عن الـ Group Books طبعا الفائدة الأكبر للـ Group Books هي إنه عند تحديدة راح تصبح كل الأشياء اللي بداخله نعمل لها نفس الخصائص مرة واحدة خلي نشوف المرحلة الأولى بالـ Designing اللي هو راح يضمن Group Books 1 وGroup Books 2 Group Books الأول راح يضمن Label عتيادية بWelcome وButton 1 Button 2 Button الأولى Press to show the universities اللي هو عند الضغط عليه راح يخفي الـ Group Books الأول ويظهر الـ Group Books الثاني ونقدر بالـ Group Books الثاني نضغط الـ Country اللي تريده حتى تبين للجامعات اللي يتضمن هذا الـ Country هذا البلد أما البطن الثانية فهي عبارة عن Exit اللي هي خرجني من البرنامج كله من Form كله يعني تنهي التنفيذة الـ Group Books الثاني راح يضمن Combo Box Combo Box اللي هو بيه سهم منسدل بعدة اختيارات هذي الاختيارات احنا نقدر نحددها عن طريق عندك بالخصائص اللي تختارها واحدة من الخصائص اللي نختارها هي الـ Items طبعا من تحدده هذي الـ Items هذي النقاط راح تظهر لك عدد من الاختيارات اللي انت تدرجها اكثر اقل حسب ما انت مناسب للمثال اللي عندك او البرنامج اللي عندك هناب هذي المختارين خيارين كاتب بيها إراك وإيجبت حتى تظهر بالسهم المنسدل هذول الخيارين لو في المفروض من عند التنفيذ وإكمال البرنامج باختيار الـ Country راح تظهر الجامعات تبع هذا الـ Country هذا list books اللي هي راح تكون قائمة بمجموعة من الـ Items بطن الأخر هذي الاختيار الآخر اللي هو buttons راح نختار راح يكون برقمة 3 باعتبار بطن 1 بطن 2 وهذا بطن 3 اللي هو راح يرجعني على اليمن على group books الأول يعني راح يكون ببرس to show the university هو عكس الـ Return هنا خلي نشوف طبعا هذي الـ وكام مثل ما ذكرنا فهذه عبارة اعتيادية تكتبها بلايبول هذي التول اللي تختار وتنطيها الخصائص من هذي الجهة الموجودة بيها الخصائص طبعا انت بتحديد الأشياء اللي يظن الـ group books الواحد تقدر تغير الفون size كليتها سويا يصير المكونات كليتها الموجودة بالـ group books خلنشوف بالبطن الأولى شنو موجود راح نكتب هذي العبارة بالكود group books one visible خاصية يمالتها false يعني راح تكون معدمة مخفية هذي group books وتظهر group books two visible راح نطيها true بمعناتها راح يظهر الـ group books الثاني حتى بمجرد ضغط على هذي البطن راح يختفي هذا الـ group books ويظهر للـ group books الثاني زين لو اختارينا الـ return منه راح يصير العكس group books بمعناتها راح تكون راح تكون مبينة واضح للرؤية بينما الـ group books two راح تكون false هذي حتى بالضغط على return راح يرجع على group books الاول زين تقل الكود وين راح يكون بchoice the countries راح نضغط عليها لو اللاحظ شنو اللي راح يكون عندي اني مسوي خيارين خيار الاول if لو اني مختار الخيار الاول سوي لي هذي الفقرات و else باعتبار اني ما عندي خيار اخر حتى اهم اقول if راح يكون else راح اذكر الفقرات الاختيار الثاني خانشوف سوي if countries selected index يساوي نزيورة طبعا يبدي من zero للاختيار الاول اختيار الثاني وان اختيار الثالث اثنين وهكذا هسا لما يكون selected index يعني اني اللي مأشرت هو الاول باعتبار zero فشنو اللي يصير طبعا بداية كل تنفيذة مثلا اختار البلت لازم اسماء الجامعات تتنظف حتى لا تتقدس الاسماء اسماء الجامعات يعني اسماء جامعة مثلا جامعات الخاصة بالعراق من اسوي تنفيذة اخرى جامعات مصر مصر طبعا فشنسوي list box one items clear شن اللي اسوي لو اختار الاختيار الاول اللي هو اراك رح ادرج بيها الجامعات الموجودة للعراق اللي هو مثلا بغداد جامعة بغداد جامعة المستنصرية تريد تضيف جامعة كلانوجية وهكذا حسب الخيارات اللي تعجبك ايالس لو احنا خيار الثاني اللي هو منطين مصر ايجبت راح تكون طبعا هم تنفيذ او شي تنظيف للاست box بحيث تكون فارغة وبعدين مثلا الجامعات الموجودة بهذا البلد كايرو عين شمس وهكذا نرجع على الديزاين خنشوف في حالة لو تريد يعني سوي تنفيذ البرنامج راح تظهر لك هذي شاشة التنفيذ راح يختفي القروب الاول راح تظهر للقروب بوكس الثانية اختار مثلا ايجبت راح تظهر للجامعات الخاصة بايجبت او مثلا تختار اراك راح تظهر الجامعات الخاصة بايجبت وريتيار راح يرجع على الگروب بوكس الاول وينطي الگروب بوكس الاول بدون الثاني اكزيت راح يخرج من التنفيذ طبعا راح نحاول نسوي فد مثال مشابه بحيث شنو اللي نسوي نفرضا على نفس الفكرة نسوي فد كنتريز كل كنتريز الوان العلم تبع هذا البلد وصورة العلم حتى نسوي فد شيء مشترك بين برنامج الاول والبرنامج الثاني وراح نكون هناك يعني نسوي شير للحاسبات نشوف شون التنفيذ وشون العوائق اللي يصير شكرا جزيلا